تحت المياه الساحلية المتعرجة لسكوتلندا يوجد نظام بيئي بحري حيوي يعرف باسم أسرة ميرل والتي تعد موطنا مهما للتحالب الحمراء المرجانية والحيوانات الصغيرة التي تعيش تحت قاعها المعقد ولكن كما هو الحال مع طبيد الشعاب المرجانية في المياه الواقعة جنوبا فإن تغير المناخ يهدد هذا النظام البيئي الهش في اسكوتلندا حيث أكد بحثون أن اسكوتلندا قد تفتقد أكثر من ذلك بكثير إذا استمرت تغيرات المناخ بالمعدلات الحالية حتى في ظل أفضل سيناريو لتغير المناخ فإننا نتطلع إلى خسارة 36% من غطاء سرير ميرل في اسكوتلندا مقارنة باليوم وفي ظل السيناريو الأسوأ قد تفقد 84% من بيئتها المائية بحلول عام 2100 إذا استمرت التغيرات على وضعها الحالي يضاف إلى ذلك تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المياه وتحمض المحيطات والتي تعتبر تهديدات خطيرة أيضا تنمو هذه الأنواع من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية ببطء تحت المياه الاسكوتلندية من ألاف السنين ولكن التغير المناخي السريع الآن والذي يرتفع بوتيرة سريعة للغاية جعل من الصعب على هذه النباتات والشعاب التكيف معها وهو ما أدى إلى موتها وإطلافها يدرس العلماء في اسكوتلندا الآن كيف يمكن أن تستجيب ميرل للتغيرات التي يتوقعونها في العقود القادمة وذلك قبل أشهر من انعقاد مؤتمر المناخ السنوي الذي تم تأجيله من العام الماضي بسبب فيروس كورونا والذي من المفترض أن يناقش السياسات المستقبلية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وتخفيض انبعاثات غاز الكربون ترجمة نانسي قنقر